جولة محادثات جديدة بين الفرقاء اليمنيين في السويد جولة يبدو المشاركون فيها حريصون على تحميل تبعات فشلها المنتظر على بعضهم البعض ربما أكثر من حرصهم على إيجاد مخرج سلمي للأزمة في اليمن طرف النزاع اليمني يدرك كل منهما مدى تشبث الطرف المقابل بأهدافه ومطالبه واستحالة زحزحته عنها ما يعني استحالة التوصل معه إلى توافق بشأن السلام في البلاد التي أنهكتها الحرب ودفعتها إلى كارثة إنسانية تعد الأكبر في العالم بحسب تقديرات الأمم المتحدة المواقف الدولية وتصريحات كبار المسؤولين في الدول المؤثرة في الملف اليمني بدأت بتهيئة الأجواء النفسية لتقبل فشل جولة محادثات السويد على غرار جولة جينيف الماضية التي أجهضت قبل أن تبدأ بسبب تغيب ميليشيا الحوثي عنها وأيضا على غرار محادثات الكويت التي استمرت قرابة الثلاثة أشهر صيف 2016 وانتهت دون تحقيق نتيجة تذكر الحل الطويل الأمد في اليمن هو حل سياسي وسوف نشجع كل الأطراف على البحث عن ذلك والعمل من أجله تقول رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ملمحة إلى استبعاد تحقيق تقدم في مفاوضات ستوكهولم بينما يؤكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوترش أنه لا يؤيد رفع سقف التوقعات كثيرا فيما يخص المفاوضات اليمنية الجديدة أما الحكومة اليمنية فإنها تبدي عدم الرضا عن المعالجات الأممية للملف اليمني بما في ذلك تحركات غريفث التي تراها تشجع الميليشيات الحوثية على محاولة فرض الأمر الواقع بالمخالفة لقرار مجلس الأمن الدولي الذي يعتبرهم طرفا معتديا ويحملهم مسؤولية ما حدث في اليمن بعد انقلابهم على السلطة وغزوهم لعدد من مناطقه كل ذلك دفع محللين ومهتمين بالشأن اليمني إلى التحذير من مغبة فشل تلك الجولة من المحادثات لأن فشلها سيكرس اليأس من السلام وعدم الثقة في الداعين إليه فيما أوضاع اليمن ومواطني لا تحتمل المزيد من ويلات الحرب اشتركوا في القناة